موسيقى حياكم الله مشاهدين أصدر رئيس النظام مرسوما يقضي بتعديل نسب الرسوم الجمهورية وتحديد هذه النسب وفق خمس شرائح وتضمن المرسوم تخفيضا للرسوم الجمهورية على معظم المؤن وخاصة غذائية منها بالإضافة إلى الجمارك على السيارات المستوردة التي كانت نسبة رسوم جمهورية في سوريا هي الأعلى في العالم حيث تم تخفيض هذه الرسوم من 150% على بعض أنواع السيارات إلى 30% كحد أقصى كما تم تخفيض الرسوم الجمهورية على الألبس المستوردة من 80% إلى 30% لأتي ذلك في وقت خرجت فيه معظم الصناعة المحلية عن الخدمة فيما تعاني الصناعة المتبقية نقصا حدا في التمويل وفي السياق المتصل أكدت وزارة النفط التابعة للنظام تنفيذ قرار السماح للقطاع الخاص باستيراد مادتي المازوت والفيول وقالت الوزارة في بيان الله إن التعليمات تضمنت السماح بالاستيراد عن طريق البر أو البحر ضمن ضوابط محددة مضيفة أن استعداد الجهات المختصة لاستقبال أي طلب لاستيراد منذ اليوم وتقديم كافة التسهيلات لهم لتأمين حاجة المنشآت والقطاع الخاص هذا ويذكر أن النظام بات يعاني من شح كبير في تأمين مادة المازوت بعد فقدان سيطرته على موظم أبار النفط السورية وأقدم النظام على رفع سعر لتر المازوت لوسائل النقل بين المحافظات إلى 150 ليرة سورية في خطوة تستهدف رفع سعر المازوت بمختلف احتياجاته حيث أكدت مصادر مطلعة أن قرار رفع سيطال أيضا مازوت التدفئة فيما تشير المعلومات إلى حدوث ارتفاع عشوائي في أسعار النقل بين المحافظات مقتربا من الضعف هذا ويذكر أن النظام قد ضعف سعر المازوت أكثر من أربع مرات منذ بداية الثورة قواف اللاذقية قالت هيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة للنظام إن كمية زيت الزيتون المصدر بلقت من المنطقة الساحلية خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة الخمسة ألاف طن بقيمة 300 مليون ليرة وشملت المواد الأخرى المصدرة عبر مرافل المنطقة الساحلية الحمضيات حبة البركة وورق الغار والأقمش التركيبية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون ليرة سورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رغم جميع أشكال الحصار التي يتبعها النظام في الغطة الشرقية بهدف تجويع المدنيين ورغم شاح الموارد والمستلزمات الزراعية يحاول مزارع الغطة سد رمق الأهالي بإنتاج ما يمكن إنتاجه من المحاصيل الزراعية المزيد في سياق التقرير التالي من يشاهد هذه الصور للوهلة الأولى لا يكاد يصدق أن هذه الأراضي الخضراء المليئة بالخضروات هي في غوطة دمشق المحاصرة من قبل قوات الأسد منذ نحو العام ولكن إرادة الحياة طفت فوق كل أشكال الموت التي يذقها سكان الغطة يومياً طبعاً نحن خططنا الإنتاجية بهذا المشروع هي إنتاج حوالي 900 طون متنوعة من الخضروات من الخضروات لدعم أهلنا في الغطة وأنتجنا حوالي 400 منها وما زال عمر مشروعنا 60 إلى 70% من عمرهم المشاريع الزراعية في غوطة دمشق تهدف إلى تأمين الغذاء لسكان المناطق المحاصرة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فالأراضي الزراعية هي الثروة الوحيدة التي تدعم صمود الغوطة وتجعل السكان منتجنا لا مستهلكين مما قد يرفع شيئاً من المعاناة عن كاهلهم هو صعيد أجار أليل بس الحمد لله أنه نأمن ربطة خبز آخر نهار وتعب يعني أنه فيه تعب بس الحمد لله يعني ما عم نأتاز هذا وصعي أنه حصار وما حصار بس الحمد لله عم نأمن ربطةنا بالحلال المزارعون أجمعوا على أن ارتفاع كلف الزراعة وغلاء أسعار السقاية والمحوقات بالإضافة إلى قلة المبيدات الحشرية والبذار النوعية المهجنة منع الكثير منهم من استكمال زراعتهم للمحاصيل فيما لجأ البعض إلى إنتاج غاز الميتان لتشغيل محركات الضخ لديهم في مغامرة قد تنجح في الحصول على محصول مميز وقد تفشل الحمد لله توصلنا بإنتاج الغاز لتوفير المصروف علينا بموضوع السقاية وموضوع الريل المحصول الزراعي وعلى الرغم من أن المشاريع تعتبر خاسرة بنظر المزارعين لأن السلع المنتجة تباع بأسعار زهيدة إلا أن الجميع يصر على استكمال تلك المشاريع لتأمين القوت اليومي للمدنيين وحتى تستطيع المناطق المحاصرة إدارة نفسها واستغلال الموارد والثروات المتوفرة بالانتقال إلى أسعار العملات في الأسواق السورية حافظ الدولار على سعره لليوم الثاني على التوالي مسجلا نحو 207 ليرات للمبيع وفق تداول العملات اليوم في العاصمة دمشق فيما بلغ سعر صرف الدولار في حماه قرابة 206 ليرات سورية للمبيع المترجم للقناة وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب نحو 2% لتسجل أعلى مستوى لها منذ أواخر 20 الأول فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 7162 ليرات سورية حسب تداولات سعر الذهب في أسواق درعة فيما وصل غرام الذهب من عيار 18 في درعة كذلك إلى قرابة 6137 ليرات سورية وإلى سعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق السورية وصل متوسط سعر استوانة الغاز في حلب إلى قرابة 4600 ليرات سورية فيما بلغ متوسط سعر لتر المازوت في حلب أيضا إلى قرابة 200 ليرة سورية ترجمة نانسي قنقر إلى هنا تنتهي للنشرة الاقتصادية عودة إليك ميرا مجددا شكرا لك نور شكرا شكرا لك